اشتركوا في القناة ودول آسيا الوسطى قد ألقى وزير الخارجية خلال الاجتماع كلمة أكد فيها الحاجة إلى متابعة وثيقة لضمان تحقيق أهداف خطة العمل المشتركة بين الجانبين ولتقديم المقترحات لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مؤكدا أن تطلعاتنا المشتركة للسلام والأمن والاستقرار والاستهار الاقتصادي تتطلب تنسيقا مكثفا ومشاورات سياسية وجهودا موحدة على الساحة الدولية لموجهة التحديات والأزمات والتهديدات الإقليمية والعالمية أشهد الزياني بمواقف دول آسيا الوسطى ودعمها الثابت للقضايا العربية العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية ومشيرا إلى أمنة واستقرار الشرق الأوسط مرهون بتسوية القضية الفلسطينية وحلها حلا عادلا ومستداما قال الوزير إن مملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وأعرب وزير الخارجية عن القلق العميق إزاء التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط ومؤكدا ضرورة اتخاذ تدامير فورية لمنع المزيد من التصعيد داعيا جميع الأطراف للالتزام بضبط النفس ومطالبا المجتمع الدولي بالتدخل بسرعة من أجل الحفاظ على السلام والأمن وتحدث وزير الخارجية عن الوضع الخطير في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب من منظور مجلس التعاون مشيرا إلى أن الهجمات التي يقودها الحثيون المسلحون بشنهم ضد السفن التجارية المدنية تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والملاح البحرية الدولية هذا وقد صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك رحب فيه المشاركون بالاجتماع الوزرية الثاني للحوار الاستراتيجي لدول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى معربين عن استعدادهم لضمان استمرار منصة الحوار هذه بشكل منتظم واستعرض الجانبان حالة تنفيذ نتائج القمة الأولى لرؤساء دول مجلس التعاون للحوار الاستراتيجي ودول آسيا الوسطى والتي عقدت في مدينة جدة وأكدوا أن هذا التنسيق يتطور بشكل مضطرد كمنصة صلبة لتعزيز التفاهم المتبادل كما أكد الجانبان التزامهما المشترك بتشكيل شراكة متقدمة ومستدامة على أساس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين وأهمية التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد وتبادل الوزراء وجهة النظر حول القضايا الإقليمية والدولية مؤكدين أهمية تنسيق مواقفهم من خلال آليات الحوار الاستراتيجي واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على النظام المتعدد الأطراف وتكثيف الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم وحول الوضع في قطاع غزة طالب الجانبان المجتمع الدولي باتخاذ موقف جدي وحازم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة والظفة الغربية اشتركوا في القناة